السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأربعاء 24 نيسان إبريل القمر اليوم موجود في برج العقرب استقر في برج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة وحدة و 37 دقيقة فجر يوم الجمعة القمر الآن موجود في منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8 و 12 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة القمر الآن بما أنه في برج العقرب معناته التأثيرات العامة بتكون على جميع الأبراج أنه خلال هذا الوقت أو خلال هذا اليوم لنعرف الحل الوسط ولم نعرف نتعامل بطريقة وسطية يعني بنكون شوي حادين يا أقصى اليمين يا أقصى اليسار يا منحب يا بنكره يا منتقرب يا بنبعد يا منتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات ما في حل وسط عنا وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي فيمكن أن ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكننا الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية مثلا أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم أو شراء منزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم ما في غير زاوية وحيدة وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 10 و 52 دقيقة مساء بذوقيت جرينج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم أن نعمل عمليات جراحية لا إلها يعني حاولوا أنك تأجلوها لا إضطرارية ولا عادي لأن القمر في مرحل الاكتمال زي ما حكينا إلا إذا كنت في دولة ما في مجال للتأجيل الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العانى والجينات أما باقي أعضاء الجسم إذا كانت إضطرارية ما في أي مشكلة أما إذا في مجال للتأجيل فيفضل التأجيل طبعا هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحق أن الجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد لأن القمر في مرحل الاكتمال خصوصا بالليزر بالطرق التقليدية ما في أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي برضو هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بدهم يعملوا حجامة القمر بما أنه موجود في برج العقرب قلو المسار زي ما حكينا رح يبدأ يوم الغد الخميس الساعة 11 و 16 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى فجر يوم الجمعة الساعة 31 و 37 دقيقة فجرا لا يستقر القمر بعدها في برج القوس بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الآن بدأ ينحسر عن المكتمل بشيء بسيط جدا عمره الآن 16 يوم الساعة 54 و 52 دقيقة بعد العصر مصير 17 يوم نسبة الإضاءات 99 في المية عما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 منتحس الآن بنسبة 10 في المية ساعة المساء سعيد بنسبة 15 في المية القمر في العقرب حتى يوم 26 أربع سعيد الآن بنسبة 15 في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة 45 في المية ساعات العصر منتحس بنسبة 10 في المية عطارد في الحمل بيتراجع حتى يوم 25 أربع يعني ضايل اليوم ولكن بيتكن تنتبهون في ثلاث أيام بعد هذا التاريخ اللي هي تأثيرات التراجع بالضل مسيطرة طبعا سعيد بنسبة 30 في المية الزهرة في الحمل حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15 في المية المريخ في الحوت حتى يوم 30 أربعة منتحس بنسبة 40 في المية المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 25 في المية زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 30 في المية أورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15 في المية نبتن في الحوت حتى يوم 2 ستة سعيد بنسبة 15 في المية وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15 في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي مصدر وشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية علجوا الأمور بموضوعية وتجرد وكونوا حارصين على تلطيف الأجواء استشير وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع وانتبه من المساءلات المالية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم القمر الآن موجود مقابلك تماما فهذا بعزز الأمور التي تتعلق بالشراكة ولكن ممكن يصير بعض الاستفزازات فبدك تحافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك وما تعرض لقاءك للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة نوع من أنواع الحزن أو تشعر بالظلم أو بالقهر أو أن الناس مش فاهميتك أو حاول أنك ماتي أسكون صبور عشان تمضي هاي الفترة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدول غذائكم خذوا قصد كافي من الراحة وما تسمح لأي شخص بأنه يشكك بقدراتك ناقش استفسر عن التفاصيل استشير الخبراء وما تتشبث برأيك وحاول أنك تستمع لأراء الآخرين بهدوء وروية وما تتسرع بقراراتك اليوم ممكن تنشغل بملف أو معاملة برضو اليوم ممكن تبدأ عمل جديد أو يصير في تعزيز للعلاقة مع الزملاء برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتجتازه اليوم يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وممكن تنجح في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم واضح أو تمارس هواية أو تهتم بنفسك أكثر أو بالأحبة خصص وقت لعائلتك أنت اليوم مشحون بالحيوية والحماس لمتابعة مسائلك للتواصل مع محيطك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص اليوم ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا للتقارب مع أفراد العائلة أو مديد العون لإلهم ممكن تدخل معني في بعض المواجهات بتكون مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة بدك تكون منتبه لأنه هاي الفترة برضو بتكون فيها بعض التوتر ممكن تضطر للإهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعض المنزلي أهم شيء أنك ما تهمل صحتك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بتنشطه بالدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية وبدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك ومنكم أشخاص ممكن اليوم يطلق حمل الترويج أو يسمع خبر سار بالنسبة لموليد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هاي فترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهمش إنك تتفائل بالخير وانطلق وإسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الأجواء وحسن علاقاتك ممكن يكون في بعض الانشغالات على الصعيد المالي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم أنتو نشطون وحيويون وبينجذب إلكم أفراد من الجنس الآخر بإمكانكم تبادر لخطوة جديدة من شأنها نهاددعم من مركزكم الاجتماعي بتدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجكم تستعيد كامل حيويتك وبتتلقى جواب تنتظره ممكن تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة مثلا أو تنطلق بمهمة طال انتظارها في إشي جديد رح يدخل حياتك خلال هذا اليوم أو خبر بيتسرب لك خلال هذا اليوم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتجتازه بصورة عامة يوم غير مريح لأن القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك هذا اليوم غير مريح لا صحيا ولا نفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر أنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة وحاذروا من بعض المحتالين وخيبات الأمل الحدود قليلة فما تجازف بانتظارك تأخير وفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بموعيد مهمة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أهم شيء أنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ممكن تفرح بوجود أحد الأصحاب أو ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر اليوم نشاط اجتماعي فلازم تستغله بكل طاقتك لأنه ممكن تتمشي بعض الأمور أو تحل بعض المسائل بمساعدة الغير برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم ونيل رضى المسؤولين منكم أشخاص ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أو ممكن يعني تنضغط شوي هيك فتضطر أنك تتهور أو تتسرع وهذا طبعا بهاي الفترة ما بنصح فيها تماما دك تضبط أعصابك حاول أنك تسيطر على إنفعالاتك وكون هادئ طبعا القمر لأنه بشكل نقطة تحدي زاوية تربيع مع برجك فعشان هيك في لحظات معينة ممكن تكون غاضب أو عدائي فبدأك تحاذر من الخلافات وحاول أنك أنت تضغط على نفسك عشان تحصل مكاسب اليوم على المستوى العملي برج الحوت من نسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم ممكن يصلكم خبر سار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحباكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة وبعضكم ممكن يسافروا أو يهتموا بأوراق أو معاملات تتعلق بالسفر معني ممكن برضو تفرح لانفراج أو تسوي مهمة أو يصل لك خبر مفاجئ مفرح من الخارج بتهتم بهواية جديدة وبتكون حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي وعندك القدرة على التواصل مع المحيط هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة